هنا أمريكا التي صنعت إمبراطورية هليود لكنه تشابه بين الصورة السينمائية والحقيقة التي أكلت نصيبها ولاية كاليفورنيا بحرائق غيرت ملميح الجمال ومدينة الأحلام إلى ما يشبه نهاية العالم بيوت بأكملها احترقت وأشجار ابتلعها اللهب عن بكرة أبيها فكانت الأيام الماضية كفيلة بصناعة خسائر كارثية في الولاية الأمريكية الحرائق وضعت إدارة البيت الأبيض أمام قرار رسمي بإعلان كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى تصريح رسمي أدل به جو بايدن أمام شاشات التلفزة بعد أن زار الولاية قبل أيام وكانت الحرائق فاعلة تأكل الأخضر واليابس لكن وعلى ما يبدو أن رأي طيف واسع من الولاية جاء رافضا لنهج الديمقراطيين إذ خرج بعض الداعمين للجمهوري السابق دونالد ترامب غير مقتنعين بقرارات جو بايدن في إشارة إلى تقصيره تجاه حماية وإنقاذ ودعم كاليفورنيا بعد الكارثة التي دمرت وجهها الجميل ترجمة نانسي قنقر